اشتركوا في القناة بالشكل الذي ينساجم مع قياس الأثر المتحقق لسياسات التوازن بين الجنسين على واقع المرأة البحرينية في التنمية الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة استعرضت عدد من الصحف والمجلات العربية والمواقع الإلكترونية تجربة مملكة البحرين وإنجازاتها على صعيد تقدم المرأة حيث تفاعلت بشكل لافت مع هذه التجربة الثرية بالمكتسبات عبر مواقعها وسطورها فالبداية مع صحيفة الشرق الأوسط التي أشارت إلى تجاوز البحرين لهدف النهوض بالمرأة إلى النهوض بذاتها مستعرضة أبرز المؤشرات والإحصائيات التي تؤشر على أن مملكة البحرين وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي إلى تسجيلها لأعلى نسبة تقدم على مؤشر المرأة والأعمال التجارية والقانون للعام 2022 لوصولها إلى نسبة 65% على هذا المؤشر متقدمة بذلك 18 مركزا دفعة واحدة هذا العام الصحيفة استعرضت أيضا تقدم مملكة البحرين بمحور الأجور حيث أحرزت درجة كاملة ونالت تقدير المجتمع الدولي بما حققته على صعيد القوانين والتشريعات التي تعزز من التوازن بين الجنسين عدا أن الصحيفة تتطرقت عبر حديثها وتصديتها الضوء على إنجازات المرأة البحرينية إلى دور المجلس الأعلى للمرأة خلال عقدين كاملين في بناء شراكات عالمية ودولية وإقليمية حيث تعززت هذه الشراكة بإطلاق العديد من المبادرات من أبرزها جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة أما في مقال نشرة في جريدة الشرق الأوسط السعودية بقلم سعادة الأمن العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذ هل الأنصاري تحت عنوان الكوتا لمن الغلب أشارت فيه إلى مرور عقدين كاملين على استكمال الحقوق السياسية للمرأة البحرينية انتخابا وترشيحا ومنذ ذلك الحين وجانب المشاركة السياسية للمرأة البحرينية يأتي مكملا وموازيا لمشاركاتها في صنع القرار الوطني وبتوازن منشود بينها وبين الرجل يتجسد ذلك في نسب حضورها وفي حجم تأثيرها على الأداء العام فيما يدين العمل والإنتاج والحياة إن تجربة البحرين في تقدم المرأة البحرينية كانت دائما وما زالت تتصدر عنوين العديد من الصحف والمواقع العربية وحتى العالمية حيث أنها حافلة بالإنجازات والتي تجاوزت بصداها العالم حتى أصبحت نموذجا يحتذا به ويشار إليه في كل محفل يعنى بالمرأة وحقوقها سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين